بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. هنبين يا جماعة دلوقتي ازاي بنقرأ الكواليتي كنترول التشارت. وازاي بنستفيد من التشارت ده وايه القرارات اللي هنتخزها بناء على التشارت. الاول انت لما بتيجي تفتح الجهاز وتبص على التشارت بتاعة الجهاز اللي هو عاملها. هتلاقيه رسم لك الكيرز. عبارة عن خط في النص كده. وبعد الخط ده فيه خطين فوق. واحد كده. واحد تحت كده. اللي في النص ده هو المين. المين يعني المتوسط. وبتبص تلاقي الكيرف طالع نازل كده. تمام? تمام. اللي فوق دول هو القبر لمت. واللي تحت ده 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 كده معظم الاجهزة بتبقى عاملة كده. طيب انا اعمل ايه بناء على الكيرف ولو الكيرف عدى اللي اخضر ولا بقى تحته اتصرف ازاي. اه طيب. الغالب انا عايز بس اشيل الكيرف ده عشان نعرف ايه. نفهم القصة. هنفرض انه الخط الوسط دو يا جماعة. قيمته مثلا اه عشرين. وان اللي فوق ده تلاتين. وان اللي تحت خلص ده ايه? عشرة. المفروض ان المسافة الفوق زي المسافة اللي تحت. فهو الفرق ما بين خط النص. وما بين الابر ليمت دولت كده عشرة. وما بين وبين برضو عشرة. الفرق ما بين المين وما بين الابر ليمت بيبقى اتنين. يبقى المسافة دي كده. اتنين. والمسافة اللي تحت برضو اتنين. يبقى كده المكان. ده اللي هو بيبين لي اه قد ايه اللي انحراف او البعد عن خط النص. يعني كل ما المسافة تجبر فوق وتحت. يبقى معناه ان النتائج جامد فا تنوع جامد. المهم ان المسافة اللي بتبقى ما بين المين الوسط وما بين فوق او ما بين تحت تبقى والمسافة كلها اربعة يعني كل ده كل ده كده بيبقى اربعة تمام? كده الواحد يعني لو انا جيت عملت خط كده في النص. ده اختر المنقط ده. الواحد كام ازا كان المسافة دي بعشرة يبقى الواحد بخمسة. يبقى اللي خط اللي في النص ده يبقى مفروض قيمته خمسة وعشرين. واللي تحت هنا لو عملته واحد برضو هنا كده يبقى قيمته كام خمستاشر. طيب يبقى انا اللي فوق ده على بعد وتحت ده برضو. واللي في نص ده المين? يبقى اللي هو الراجل الخواجة اللي هو قال لك اول قاعدة من القواعد اللي تخليك لا تقبل الكنترول ان هو تبقى ثري اس. نخلنا نكتبها بلحمر بقى. ثري اس. كم مرة يا عم وستجارد قال لك مرة واحدة? يعني وان ثري اس. اذا تلاتة اس مرة واحدة بس ارفض. بس انا الكرفة عندي معمولة على تو اس. يبقى انت لازم تعرف تري اس بيه? ازا كان احنا قلنا الاس دي اللي هي الاس الوحدة بخمسة. يبقى انا اطلع فوق لحد كام? خمسة وتلاتين. وتحت كام? حد خمسة. يبقى انت ازا الكنترول بتاعك طلع برا الخمسة وتلاتين ووصل هنا. ستة وتلاتين سبعة وتلاتين كام? تمام? او او نزل تحت اربعة ونص اربعة. مسلا. النقطة دي. يبقى ده كده ايه? وان ثري اس. دي ريجيكشن. ريجيكت يعني ايه ريجيكت الكنترول? يعني ما تشتغلش وقف. وبعدين اعمل ايه? اعمل ترابل شوتنج. يعني اسأل نفسي ايه هي المشكلة. وبعد ما عرفت المشكلة اعمل لها اكشن. وبعد ما اعمل اعيد تاني. وبعدين لما يطلع كويس. اقوم ايه? اشتغل. ده التسلسل الطبيعي لحاجة الساعة. طيب حلو. طب نفرض ان هو طلع تو اس بس. يعني عد الخط الاخضر بس ما وصلش لخط الاحمر. يعني مثلا واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين. يبقى ده تو اس. مرة واحدة. يبقى الوان تو اس قالك لا مش مشكلة. ده ده بس يعني خد بالك ممكن كده في حاجة بدأ الطبوس. بس قدر اشتغل? اه اشتغل. موقفش الشغل لما توقفش الشغل. يبقى موقفش الشغل. لكن لو اقرر التاني. بقيت تو اس يعني تو اس مرتين. ده برضو ريجيكت. وانعمل نفس الكلام. اهو. لما وقف. اعمل ايه? ايه? باسأل نفسي. اللي اتغير. كنترول قديمه وممكن يكون باز. اعطيت جديد والريجينت عايز كالبريشن. اه جهاز في مشكلة. اهو اما اسأل نفسي. بعدين اعمل كوريكتف اكشن. اعيد كوريتي كنترول. طلع مزبوط اشتغل. فالثري اس دي خطة قوية. لانها ثري اس طلعت بره خالص. لكن خطة ضعيفة فمحتاج منها خطتين عشان تبقى خطتين في الراس توجه. يبقى لو حصل ده برضو ايه? ده برضو ريجيكت. انا كده خدت اتنين اهو. من احوال في حاجات تانية. في حاجات تانية. بس نكتفي بالقدر اده نفهمه كويس وبعدين ممكن نكمل ان شاء الله الباقي. اشتركوا في القناة.